عودة لكم جمهورنا رياضي الكريم معني بعد انقطاع البث بسبب تقني الآن نحن مثل ما قلت أمام فندق المنتخب الوطني قبل لحظات انتهى الاجتماع أو جلسة العمل بين مبعوثي الكاف والمنتخب الوطني عناصر المنتخب الوطني الذي خصص خصصة لتعليمات التحكيمية الجديدة وأيضا للإرشادات الصحية خاصة اليوم تم شرح للعبين أن كل منتخب يملك 11 لعبين يمكنه لعب المباراة حتى في حال إصابة كل باقي اللعبين وحتى في حال إصابة الحراسة الثلاثة يمكن الاستعانة بلاعب ميدان ليكون حارسا للمرمى بالنسبة أيضا للتصريحات أكدوا أن التصريحات والاختلاط ما من نوع مع وسائل الإعلام باستثناء المناطق المخصصة لذلك في الندوات الصحفية أو المناطق المختلطة بعد اللقاءات نقطة أخرى ربما فيما تعلق بتحليل فحوص كورونا بعد الاتهامات التي أطلقها قائد منتخب بوركينا فاصو بيرنونت خاوغي ليلة أمس أول أمس اليوم الاتحاد الإفريقي أصدر بيانا أكد أن المعهد المعتمد هو معهد دولي ومستقل عن أي اتحادية هنا وعن الكاميرون لأنه تم هناك شكوك حول التلاعب بهذه النتائج وهو ما تم شرحه للعبين وأكدوا لهم أنه المعهد دولي ولا يمكنه التلعب بهذه النتائج وهو ما طمأن نوعا من اللعبين الذين يخضعون في هذه اللحظات لجلسة تصوير من الكاف يعني جلسة تصوير لأبطال إفريقيا من الكاف وسيتم وضع الصور على مختلف مواقع الكاف وتطبيقات وخاصة تطبيق تيك توك الذي يعد الرعي الرسمي لهذه الدورة هذا هو البرنامج الصباحي للمنتخب الوطني بعد ذلك سوجبة الفطور والغداء عفوان ثم قيلولة صغيرة قبل التوجه إلى ملعب جابوما ستاديوم أين سيخوذ المنتخب الوطني أول حصة تدريبية على الملعب الملحق لملعب جابوما ستاديوم بحضور كل العناصر الوطنية تحت قيادة نفذ الوطني جمال في الماضي فيما تنقل صبيحة اليوم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة إلى مدينة أيواندي لحضور حفل الافتتاح شأنه شأن باقي رؤساء الاتحادات الافريقية الرابعة والخمسين المطوية تحت لواء الاتحاد الافريقي لكرة القدم إذن حصة تدريبية مقررة على الساعة الثالثة وهو توقيت المباراة هنا في مدينة دولة على أن تكون الندواء الصحفية يوم غد مثلما تشاهدين أرجاء الفندق هادئ اليوم لأنه يوم عطلة لأن الفندق المنتخب الوطني يقع في شارع رئيسي يعني ممكن يكون هناك ازدحان في باقي الأيام لكن اليوم هو يوم عطلة في الدولة وفي الكاميرون بصفة عامة لذلك الهدوء موجود من حصن حد اللاعبين حتى يسترحوا أكثر هل خضع اللاعبون لفخصات الكشف عن كورونا اليوم وما هو برنامج تلقيهم لفخصات حول كوفيد المنتخب الوطني خضع للتحاليل اليوم أمس في مطار دوحة قبل وصوله إلى هنا والتحاليل يعني معروفة أنها 24 ساعة و 72 ساعة للبسير يمكن حتى أن توقعنا ب 48 ساعة و 72 ساعة سيخضع لتحاليل جديدة ليلة يوم غد يعني قبل المباراة سفي صبيحة يوم غد وتصدر النتائج في المساء ونتمنها إن شاء الله أن تكون سلبية لعناصر المنتخب الوطني هذا هو النظام المعمول به هنا يعني 24 ساعة قبل المباراة تكون فيها نتائج التحاليل إلا في حال وجود حالة مشتبهة أو ربما بعض الأعراض على بعض الأفراد يكون هناك تحاليل تحاليل يعني في أوقات متقطعة لكن المعمول به هو يوم 24 ساعة قبل اللقاء تكون إجراءات التحاليل فحصات كورونا كورونا ما الجديد أيضا بخصوص غياب اللعب تهرات عن المنتخب وعدم تنقله أمس مع المنتخب الوطني إلى دوالة نعم مهدي طهرات كان الغائب الوحيد في صفوف اللعبين عن سفارية دوالة بسبب نتائج فحصاته التي كانت إيجابية قبل التنقل إلى دوالة بقيا في الدوحة أي ناس يخضعوا للحجر الصحي ربما ثلاثة أو أربعة أيام سيلتحق مباشرة بالمنتخب الوطني شأنه شأن مساعد الناخب الوطني سيرج غومانو الذي بقي في الدوحة بعد ثبوت إصابته بالفيروس نتمنى لهم الشفاء وسيلتحقاني مباشرة بعد خروجهما أو شفائهما نتمنى أن لا يؤثر غيابهما عن المنتخب الوطني خاصة لأن سيرج غومانو هذا التقني وهذا الدراع الأيمن للناخب الوطني جمال بالماضي في المباراة الأولى لسيدي ستكون بعد غادة إن شاء الله نقطة أخرى أيضا كمال ستكون هناك ندوة صحفية يوم غاد لأنخب الوطني جمال بالماضي لا تعطينا أكثر التفاصيل نعم في الساعة العاشرة هكذا بقاعة الندوات لملعب جابوما ستاديوم الذي يبعد بـ 20 كم من مقر إقامة المنتخب الوطني يعني يحتاج إلى حوالي 25 دقيقة المنتخب الوطني للوصول من هنا من الفندق إلى ملعب جابوما الذي يقع خارج مدينة الدولة يعني بحوالي 20 كم سيجري الناخب الوطني ندوة صحفية سيكون مصحوبا بها في أحد اللاعبين سيتم الإعلان عن اسمه لاحقا بعد ذلك سيخضع ناصر إلى حصة تدريبية في ملعب جابوما وبعدها تكون ندوة صحفية لمنتخب السيراليون الذي سيجري أيضا حصة تدريبية هناك هذا هو برنامج يعني بالنسبة ليوم غد لذلك يعني كل الأمور يعني في الفندق يحاولون يعني عز اللاعبين المنتخب الوطني عن الغرباء عن الجميع يعني شاهدتي يوم أمس يعني حين وصول اللاعبين كان هناك مجموعة يعني من الكاميرونيين من أيضا من بعض الجزائريين لمحاولة أخذ صور للاقتراب من اللاعبين لكن عناصر الأمن التي رافقت بعثة المنتخب الوطني كانت تؤدي في عملها وتمنع محاولة أي اقتراب من اللاعبين وذلك للحفاظ على صحتهم وهذا ما يجب أن يفهمه المناصر الجزائري المتواجد هنا أنه صحيح أن الكل يرغب في أخذ صور لكن أن تفهم أن صحة اللاعبين ومصلحة المنتخب الوطني هي أولى من أخذ صورات اذكارية شكرا جزيلا لك زميدنا كمال مهوي كنت معنا مباشرة من دولة الكاميرونية إذن مشاهدين نسك من البقية أخبارنا حيث بدأ أنصار منتخب النهار منصتكم الإشعارية اختر منصتك لإعلان إشعارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، انستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منصتكم الإشعارية اختر منصتك لإعلان إشعارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، انستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منصتكم الإشعارية اختر منصتك لإعلان إشعارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، انستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا